يعني في امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا انا حظي قليل انا هفضل كده الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تقطق دايما منخفضة ومهما اقول لك بقى يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري انه لو قلت لك انه في تحسن ان اللي جاي احسن ان في اي حاجة كويسة جاية في حياتك لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف انا عايزك مش تصدق كلامي يعني مش تقول ان انا بكلامي صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا انا عايزة اظنك بربنا يكون جميل او ظنك في الله يكون خير نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن باذن الله انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن نقول عليها جيدة برغم اني شايف حالات انفصال كتير بعضكو مش كلكو هو اللي مصر على يعني يقطع العلاقة مش عايز رجوع تاني المشاكل اللي حصلت خليت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك مش تفكير مش مش تفكير قناني يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قناني لأ هوضحها لك ازاي انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر بالرغم ان انت جايلك عرض رجوع يعني جايلك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفض أو ممكن الجايلك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر ممكن تكون عايز تسافر او عايز تغير مكان شغلك وتبعد مش تبعد هروب انا شايفها طموح يعني شايفة لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي فانا شايفة ان هو طموح زيد عندك في الفترة دي وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا كل اللي انت بتفكر فيه لاني شايفك بالفعل شغال على ده انت شغال على نفسك فعلا لكن بعضكو فيه رجوع فعلا فيه رجوع للطرف التاني بس سويني سويني معي موضوع السفر اللي عنده عرض سفر شايفة فيه بعضكو عنده حيرة بين حب وبين سفر شايفك تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرت هتستر تبعد بس انا شايفة ان كراءة بتقولك ان السفر هو الافضل لك هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتستور للاحسن وتتغير كلها لطلحك ممكن تتغير كل العلاقة لطلحك انت يا برج الحمل نرجع تاني للمنفصلين برج الحمل انا فاكرة ان كلمتك في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط شايفة ان ده اذاك كتير في حياتك انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط ده كمان ظاهر عندي في الكراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو للاسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك منك ومن اعصابك انت بتختر اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوك الحب ده من طرف واحد اللي هو انت في حب في بعضوك عند الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل شايفة فيه خدايا خايفة العلاقة وعطفية فيه خدايا فيه كذب انت تعرضت له وانت ساعدت فيه يا ربي يكون كلامي واضح يكون عارفة وصل اللي انا عايز اقوله الكتب والخدايا اللي انت تعرضت له انت ساعدت فيه يا برج الحمل لانك كذبت احساسك اصلا يعني كذب انت جالك الاحساس كذا مرة وكذبته برغم كده انا شايفة الحب حواليك بس انت باصس في اتجاه غلط وبالتالي وضعك حزين انت بتلاقي بعد ما بتبص للاتجاه الغلط انت بتلاقي تجاهل بتلاقي ظلم بتلاقي غش زي ما قلت برج الحمل انت لو غيرت الطريقة اللي بتختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود آآ كارت العدالة آآ ظهر لك مرتين وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله آآ سواء عاطفيا او مدين شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالذات آآ اللي مرتبطين بابراب نارية وممكن ترابية اقوى حاجة ابراج نارية لان شايفة الطرف التاني تذكيره من ناحيتك تحول تماما انتو كان بينكو ضرب نار آآ ومن ناحيته هو اكتر اللي هو الطرف التاني هو ناري زيك برضو آآ الطرف التاني ده اهملك كتير كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر دايما بيفكر في اخطائك يعني دايما معاملته معك انت بتشوفها سيئة لان هو تذكيره من ناحيتك سلبي تذكيره من ناحيتك انت بتعمل كذا انت بتتصرف كذا انت بتفكر كذا تذكيره من ناحيتك كله بالشكل ده فبالتالي آآ تصرفاته معك ما كانتش حلوة ابدا آآ بص الطرف التاني انا شايفاه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره يعني هو تفكيره تبدل تبدل يعني تبدل تماما بيفكر في اخطاءه هو يعني العلاقة اثناء ما انتو فيها مع بعض هو دلوقتي بيفكر في اخطاءه هو او ممكن في الظلم اللي عرضك دي في رجوع ان شاء الله بس هو لما يرجع مش هيقول لك كده مش هيقول لك الكلام بالشكل ده لأني زي ما قلت انا شايفه طاقته نارية حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية يعني مش هيقول لك آآ انا غلطان والحاجات دي لأ لأ بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعال اكتر منها كلام يعني انت بقى تعمل ايه انت برج الحمل تعمل ايه آآ انت لازم تتعامل مع مع الموقف بذكاء يعني انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور آآ مم لا انت لازم تتعامل بذكاء بذكاء يعني كأنك بتلاعب الشخص الي قدامك اتعامل بدماغك مش بخبص. زكاء تفرق عن خبص. لان لو انت متعاملتش كده زي ما انا بقولك وتعاملت بالشكل اللي انا شايفيه لها وتعاملت بتهور وبندفاع. ممكن ترجع لمشاكل تاني. مشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني. برج الحمل شهر يونيو الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. في حاجات كتير جدا في ايدك. في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. انت محتاج تفكر محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل اللي انت عايزوا لحياتك. لان بناء عليه صدقني هيكون في تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير او يعني كزا جانب في حياتك هيكون في تحسن الاحسن الاحسن. لباقي لباقي السنة بقى يعني ده هياخدنا مش مش في الشهر ده. الشهر ده هو اللي هيكون فاصل. نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز. لانك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة اوصلها لك ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده ممكن نسميها اندفاع. اندفاع بقى في تصرفات في ردود افعال حتى لو اندفاع اي جاي دي. انا ما بقولش اندفاع يعني ان انت آآ جاية من العصبية مسلا على قدامك. لا حتى لو اندفعت مشاعرك. كل اللي ده لازم آآ لازم يبقى عليه كنترول. آآ برضو انا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني دي لازم يفكر التفكير ده آآ ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خداع يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالت في العلاقة وفي الغالب اللي في الوضع ده انت عارف كده. يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها. وده طبعا اكيد مش عند الكل. موضوع طرف تالت دي مش عند مش عند الكل. لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. آآ كمان الغير مرتبطين. في حب مناسب برضو موجود حواليك. انت بس محتاج تشوفه. موجود او موجود. انت شايفه? لا انت مش شايفه. مش شايفه خالص. انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصت في اتجاه تاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصت فيه ده هيخسرت كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم. آآ في حاجة مناعي. ممكن يكون انت جاهلك. ممكن يكون مستني يتأكد. آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل. في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما ظلط آآ نوع من انواع الانتقاد يعني. المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص آآ اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين? هتيجي بعد تفكير. زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري. شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة فيه نسبة رجوع ان شاء الله آآ مع طاقات نارية وترابية لكن مع الابراج الترابية في بس قدامي حاجة عايز اقولها آآ شايفة في شوية تعنط من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب. في حب بس انتم مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل السلبية في طباعك. ده طبعا من وجهة نظره. سلبيات كتير جدا هو شايفها في طباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني ادمين. مش شرط ان انت تكون كده فعلا. آآ آآ يعني شايفة آآ آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها. ما يقدرش عليها طبعا بتكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زي ما هو. وده نثبت بتعب كتير في العلاقة ليك وليه. آآ ده ممكن نقول بردن هو محتاج منك تفكير. محتاج منك تفكير ليه? لان لما بنكون مع طرف مختلف بثبت لو احنا متجاوزين. يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج. انا شايفة انه كل الابراج ممكن تتفت. بالاكتر لو احنا عرفنا البرج التاني بيفكر ازاي? وانا مستعد يكون عندي شوية تنازلات. مش تنازلات آآ في حاجة ما ينفعش فيها تنازلات. لأ تنازلات آآ بروكي. يعني انا اقدر اش اعرف مسلا لو انا برج نالي والقدمي برج ترابي. فانا اعرف تفكير البرج الترابي ايه? والله ينفع نتفق. وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة. بنخلقها ليه? بس للاختلاف. يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني. فمن هنا بتيجي المشكلة. لكن ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشة وهو مفيش عنده اي حاجة وحشة. فانا هنا بتكلم على الموضوع من الناحية دي. انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انتو مختلفين. عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة. تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي? تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك? اوكي? ده لو عايز تكمل. القراءة انتهت. وشكرا للمتابعة برج الحمل.